نصيح مهمة جدا لو انت بتفكر ان انت تعمل بثم باشر مطول او اكثر من بثم باشر في نفس الوقت على قناة اليوتيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكولوجيا على اليوتيوب طبعا انا رفحت فيديو على القناة ونال اعجاب كثير من الناس وهو ان كيفية عمل اكثر من بثم باشر في نفس الوقت على نفس قناة اليوتيوب وكمان ازاي تعمل باثم باشر مطول يعني باثم باشر ما يتوقفش معاك لمدة يوم اتنين اسبوع شهر شغال معاك على طول على قناة اليوتيوب وطبعا جالي اسئلة كتيرة جدا بخصوص الموضوع ده فانا في الفيديو القصير ده هرد على اهم الاسئلة وهقال لكم نصيح مهمة جدا ركز معايا جدا في الفيديو ده علشان تطبق الطريقة وما تسببش اي مشكلة او ضرر لقناتك سواء قناتك مفعلة او غير مفعلة سواء انت عندك مشتركين او ما عندكش مشتركين اول سؤال جالي هل ينفع ان انا طبق الطريقة وانا اصلا ما عندش الف ومشترك ازاي ان انا هعمل باثم باشر ارد عليك وقولك طالما ان انت هتعمل باثم باشر من برنامج ما فيش اي مشكلة حتى لو ما عندكش غير مشترك واحد هتقدر تعمل باثم باشر موضوع الالف ومشترك لو انت هتعمل من تطبيق اليوتيوب السؤال الثاني ينفع نعمل الطريقة دي ان احنا نعمل بث مباشر مطول على القناة او اكثر من بث مباشر سواء كان القناة مفعلة ربح او غير مفعلة ولا ده يخص فقط قنوات معينة ارد عليك وقولك ده تقدر تطبقه على اي قناة من القنوات ولكن ركز معي ينفع ان احنا نطبق الطريقة دي من الموبايل ان احنا نعمل بث مباشر مطول او اكثر من بث مباشر في نفس الوقت نعم تقدر تعمل الكلام ده من الموبايل ولكن احنا لسه بنعمل الشرح ان شاء الله بينزل بكرة او بعده على القناة ولكن اللي شرحنا على القناة عندنا الطريقة اللي هي كيفية عمل بث مباشر بالكمبيوتر عن طريق برنامج OBS خليني بقى تركز على نقطة معينة انت دلوقتي نفترض ان انت قناتك مش مفعلة ما عندكش اعلامات على القناة وهتعمل بث مباشر سواء كان بث مباشر واحد يشتغل على القناة او هتعمل بث مباشر متكرر اكثر من بث مباشر او هتخلي البث مباشر متكرر ده او بث مباشر واحد يكون شغال معك على طول فترة طويلة يوم اثنين تلاتة شهر واشاء زي كده ركز معين لو انت قناتك غير مفعلة فانت بتبحث عن حاكتين بتبحث عن وقت مشاهدة وبتبحث عن مشتركين بالنسبة لك انت ما عندكش ارباح علشان قناتك غير مفعلة طيب نصيحي ليك يبقى لو انت هتستخدم الطريقة ديت ان انت هتعمل مثلا بث مباشر واحد هتعمل فيديو الفيديو ده هيبقى مثلا نفترض خمس ساعات عشر ساعات تمان ساعات واتفر هم هتعمل فيديو مجموعة فيديوات عندك هتسجلها حصريا وجديدة لم ترفع من قبل على القناة خلينا تشتغل في الامان علشان ايه بقى الكلام ده علشان بعد ما ينتهي البث المباشر انت هتسيب الفيديوهات على القناة عشان تحسب الساعات ليك ولكن انت لو هتحزف الفيديوهات بعد ما اه تخلص البث المباشر وبالتالي هيتحزف من عندك وقت المشاهدة يبقى انت هتستفيد فقط من المشتركين وبالتالي انت الفيديوهات لازم تحزفها لو انت هتعمل تكرار للفيديوهات يعني انت مثلا انا هعمل مثلا خمسة بث مباشر في نفس الوقت هعمل فيديو للبث المباشر ده فيديو البث المباشر ده فيديو البث المباشر ده وهكذا كل واحد منهم فيديو مختلف فيديو مختلف وكمان وضع التكرار مش هفعله عليه انا شرح في الفيديو ازاي تعمل تكرار ما تفعلش وضع التكرار عشان الفيديو بقى سليم مية في المية يعملوا خمس ساعات ولا شيء وخمسة شغالين في نفس الوقت فانت تظهر في محرك البحث يجيلك مشتركين ويجيلك وقت مشاهدة واتطبق السيو على كل بث منهم ولكن انت لازم تعمل كده علشان انت مش تحزي في الفيديوهات بعد ما ينتهي البث المباشر يبقى ما تعملش تكرار الفيديو اللي يكون شغال على كل واحد منهم يكون مختلف على التاني فيديوهات لم ترفع من قبل كلام واضح وبالتالي بعد ما انتهي البث المباشر هتنشر الفيديوهات على القناة يعني هتسبها على القناة ما فيش اي مشكلة ما فيش اي مشكلة لفيديوهات عادية لو انت قناتك بقى مفعلة ربح ركز معايا انت دلوقتي تقدر تعمل مثلا فيديو الفيديو دا هبدأ ان انا اعمل با بث مباشر ونفس الفيديو دي عمل ببث مباشر تاني وثالت ورابع وهكذا كويس جدا وكمان الفيديوهات ده هتطلب المالدة تكرار يعني انا شرحت في الفيديو وزي تعمل تكرار هتفعل وضع التكرار يعني البث مباشر دا هفضل شغال على طول بنفس الفيديو يقرر نفسي والتاني نفس الكلام هم الفيديوهات كلها زي بعضها تمام كده؟ بس بشرط ان انت بعد ما تخلص البث المباشر تحزي في الفيديوهات دي مع القناة بشرط ان انت تحزي في الفيديوهات بعد ما تخلص البث المباشر مع القناة عشان باش ان انا عندك فيديوهات مقررة على القناة طالما ان انت انفعل الربح على البث المباشر فانت كده تستفيد ايه بقى؟ هتستفيد ان انت هيجيلك مشتركين هتستفيد هيجيلك المشاهدات وطبعا هيستفيد ان انت هيجيلك ارباح طيب انت هتسأل سؤال وتقول لي تمنع لما احذف الفيديوهات الارباح هتروح اقول لك نعم المفترض ان انت بتحذفش الفيديوهات ديت الا لما تتحول الارباح لجوجل ادسنس يعني مفترض لو انت عادش تهال صح 100% تسيب البسط المباشر شغال لغاية ما تضمن ان الارباح تتحول لجوجل ادسنس بعدها تقدر تحذف الفيديوهات وفي ناس قالوا ان لما تحذف الفيديوهات الارباح ما بتحذفش بتبدل موجودة ولكن انا قبل كده اتكلمت مع فريق دعم يوتيوب قال لك ان انت لو الارباح تحولت لأدسنس وانت حذف فيديو الارباح مش هتروح ولكن لو انت حذفت الفيديو قبل الارباح ما بتحول لأدسنس الارباح ستروح منع القناة ده لو انت قنيتك مفاعلة وعايز تعمل ايه تكرار طيب لو انت قنيتك مفاعلة وعايز تعمل فيديوهات عادية يبقى خلاص كنت تسبحها على القناة يبقى انت كده في الامان 100% يبا انت تعمل فيديو لكل واحد منهم زي الطريقة نفس الكلام اللي انا قلته للقنوات الغير مفعلة طيب هل اقدر اخد فيديوهات انا رفحتها قبل كده على القناة وارفحها تاني مرة اعملها بث مباشر ما انصحش بالكلام ده الصراحة سواء كان قناتك مفعلة او غير مفعلة فيه ناس بتعمل الكلام ده على فكرة وماشي معها تمام؟ فيه ناس بتعمل الكلام ده وماشي معها بس انا بقول لك خلينا في الامام 100% وياديت انك تركز في كلامي عشان ما تضرش نفسك الطريقة يا جماعة احنا شرحنا هدية الحمد لله بفضل الله احنا اول ناس يتكلم فيها في الوطن العربي انا ما شبتش قناهي تكلمت في موضوع اكثر من بث مباشر في نفس الوقت والكلام ده كله لكن لازم تركز وقنوات استفادت جدا جدا من موضوع ده وقنات بتدخل مشتركين بعدد لا تتخيلوا والله العظيم بتدخل في اليوم اربع وخمس الاف واكتر من كده مشتركين للقناة وارباح كويسة جدا بالنسبة القناة المفعلة ولكن لازم تركز وتكون شغال بشكل مظبوط عشان ما تسيبش ضرر لقناتك ان شاء الله انا بجهز للفيديو بتاع ازاي تعمل الكلام ده بالموبايل انا في ناس كلموني بعد ما خلصت الفيديو وعملوا الطريقة جالهم مشاهدات كويسة جدا جالهم مشاهدات وجالهم ارباح وشغالين بالطريقة دي كده ولكن انت لازم تركز يبقى ملخص الكلام انت لو قناتك مفعلة او غير مفعلة لو انت هتسيب فيديوهات على القناة بعد ما تخلص البث وباشر مباشر في تكرار عندك يبقى كل فيديو منفصل عن التاني ومختلف عن التاني وما يباشي وضع التكرار كمان يعني الفيديو شغال مباشر في تكرار الفيديو يخلص خلاص كده خلص معك البث وباشر تكون مجهز تحت منه فيديو تاني فيديوهات مختلفة تحت بعضها واضفها تحت بعضها بحيس يخلص من واحد وخش على التاني او الفيديو نفسي يكون طويل عشر ساعات مثلا وبالتالي لما يخلص البث مباشر كده خلاص طبعا موضوع ان انت تعمل اكثر من بث مباشر ده قوي جدا على فكرة بالمناسبة قوي جدا جدا ان انت تظهر في محرك البحث بشكل قوي جدا وخلي بالكم انت باكوا تعمل الطريقة مرة وما تجيش معاك وتعمل فيديو واحد يضرب معاك هيخليك القناة في حتة تانية خالص فانت ما تستعجلش وتعمل البث مباشر تقولي ده انا ما جاليش حد ده انا ما كانش ايه تأثير اجابي على القناة لأ الناس عملوا الطريقة وبيكلموني ولسه قبل ما اسجل الفيديو ده والله يمكلميني على الخاص وبيقولولي الطريقة نجحة جدا 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 معه فواحد بقى يعني ابن حلال بيسأل ويقولي تاب انت ليه ما طبقتش الطريقة على نفسك كنت طبقتها انت كان احسن ارد عليك وقولك انا في الفيديو اللي هو بتاع كيفية عمل الطريقة ديت بالكمبيوتر انا اقسمت بالله ان انا عايز اعملها عندي على قناتي ولكن اللي بيمنعني هو ان انا عندي النت تتعبان انا جربت فعلا وعلى فكرة من كام يوم كده قبل ما اشرح الفيديو اصلا انا جربت عندي وعملت بث مباشر الساعة اثنين بالليل تقريبا او واحدة نص بالليل وقلت الكلام ده ويه ناس لو ياريت الناس اللي كانوا حضروا معي البث مباشر ده كان عادل بسيط كده ياريت اكتبولي في التعليقات عشان يعني ايه تثبته صحة كلامي ولكن لقيت ان انت عندي بيقطع الفيديو وعملي قطع معي انا اصلا لو ان انت عندي كويس انا كنت اشتغلت ومراجعة قنوات من خلال برنامج OBS انا مش قادر راجع قنوات من خلال برنامج OBS هو اقوى برنامج ان انا اعرض به حتى يعني القناة اللي انا برجحها اعرضها قدامها بتشوفها ولكن انا مش قادر اعمل الكلام ده انا بعمل بث مباشر من تطبيق اليوتيوب او من سريم يارد او من برنامج وجهور خفيفي يعني انا مش قادر استخدم برنامج OBS اصلا عندي واحيانا كتير بعمل بث مباشر وبيفصل معي وانا شغال مع الناس والناس بتمشي فانا عندي مشكلة في النت ان انا في منطقة بعيدة شوية اه يعني انا في دولة اصلا برا مصر لسياني ان انا في منطقة بعيدة شوية النت عندي مش مستخر للصراحة فاللالاسف يعني انا مش عارفة اطبق الطريقة ولكن لو النت زبط عندي انا اول واحدة اطبقها على قناتي لان هي فعلا افضل طريقة لتظهر فيديوهاتك وقناتك في محرك البحث وعلى فكرة انت ممكن يبقى البث مباشر شغال انا عامل مثلا اربعة بث مباشر او خمسة على فكرة فيه قنات بتعمل بالعشرة والاكتر انا شايف قنات النهاردة عاملة عشرة بث مباشر في نفس الوقت البث مباشر شغال زي الفل وانت سيمه شغال عادي خالص وتقدر انك ترفع فيديوات برضو عادية يعني تعمل فيديوات عادية وترفحها اعمل فيديو خمس زي ديتين فيديوات العادية بتاعت القناتي اللي انا برفحها وابدأ ارفحها لقناتي والبث مباشر شغال فانتخيل بظهر بالبث مباشر وبظهر بفيديوات جديدة بعملها واني بدخل البث مباشر ده هيبدأ ان هو يشاهد برضو فيديوات تانية على القناة القناة فعلا هتختلف جدا معي لو انا اشتغلت صح وطبقتي سيو مظبوط على البث مباشر سؤال مهم جدا برضو هل المشتركين اللي هيجوا من خلال البث مباشر المطول ده سواء انا اعمل واحد او اعمل اكثر من بث مباشر على القناة هل هيكونوا متفاعلين مع قناتي ما هو ده انا بقول لك عليه ان انت ترفع بث مباشر او تعمل بث مباشر لمحتوى نفس محتوى قناتك يعني انت مثلا قناة العاب الموضوع الشغال في قناة العاب رقم واحد انا قلت بلي كده فانت هتعمل بث مباشر لحاجات العاب تمام كده يبقى اللي هيجي عنده يكون متفاعل مع قناتك ما انت رفس الكونتنت بتاعك انا مسلا قناة شروحات زي كده هعمل بث مباشر اكتب اعمل مجموعة فيديوهات مثلا الربح من يوتيب وابدأ ان انا بثها وبالتالي اللي هيجي يشترك في قناتي عارف انه داخل يشترك ليه يعني لازم ان انت المشترك اللي يجي يكون جايبه بنفس محتوى قناتي بالنسبة لقناة طبخ مثلا او حاجة زي كده هيبدأ انه انت برضو تعملي في نفس المحتوى بتاعك اعمل مجموعة اكلات وابعضها اعملي خمس ست ساعات اجهز فيديوهات لخمس ست ساعة عشر ساعات تمام كده عشان ما اكررش ولا شيء ولو انا بقى تعايز اكرر باحث في الفيديوهات بعد ما اخلص وابدأ ان انا شغل فيديوهات دي على القناة بث واحد او اثنين او ثلاثة على حسب بقى وزبط الطريقة اللي انا قلتلك عليها يبا المشترك اللي هيجي categقناتك هيجي sleptفاعل معاك ما هو داخل بناءنا على المحتوى ده داخل الاصلا هو مشترك بناءنا على الفيديو اللي ظهر قدامه اللي هو المحتوى بتاعقناتك لكن ما اعجي ان انا مثلا قناة شروحات وبعمل القرآن وبالتالي جزء كبير من اللي هيشتركوا في قناتي بناءنا على الفيديو بتاع القرآن اللي هم اشاهفوه وبالتالي مش هيكون متفاعلين مع قناتي تمام كده إبا انت لازم تفكر المشترك اللي هيجيب نانا على الفيديو ده هيتفاعل مع قناتي ولا لأ علشان بس محدش الفلسف او حد مسلا يجي بقولك مسلا ايه طب هو المشترك اللي هيجي مش يكون متفعل طب انا بعمل بث مباشر برجعة قنوات هل اللي بيشترك في قناتي في اسنان البث مباشر ملأ بيجينا مشتركين جودات كل بث مباشر بيتفاعلوا معي و black بيتفاعلوا معي المفروض لانا عامل بث مباشر برجعة قنوات بتكلم في شروحات اليوتيوب وبالتالي اللي يجي يشترك في القناة عارف انه داخل القناة ايه مش داخل القناة تانية خالص او محتوى تاني يبقى كده ما بيش اي مشكلة بالنسبة لي انت نفس الكلام هتعمل كده بالضبط بتاع العاب هتعمل برضو الفيديوات العاب بتاع شروحات رياضيات هتعمل برضو نفس الكلام شروحات انجليش يبقى هتعمل فيديوات انجليش تقول للناس خدوا باتة مباشرة هو اتشغال 12 ساعة و 24 ساعة قدامكم تعليم لغة انجليزية مثلا 24 ساعة اكلات مصرية 24 ساعة اكلات جزائرية يعني انت فهم ازاي تبدأ تطبق الطريقة على اي محتوى انت بتعمله في قناتك لو انت عايز تعمل محتوى تاني براحتك انت برضو مش مخالف عايز تعمل محتوى تاني في ناس بتعمل محتوى موسيقى ناس بتعمل قرآن ناس بتعمل حاجة بعيدة عن مجالها انت براحتك بس جزء كبير منهم مش يكون متفاعل مع المحتوى اللي انت بترفعه في قناتك بعد كده اتمنى لكم التفيق والسعادة وانتظروا الطريقة احنا شرحنا على القناة طريقة الكمبيوتر وبنشرح ان شاء الله انا حاليا قاعد دلوقتي بنفس القاعدة دي كده وبنفس السطرة اللي ورايا بابدأ ان انا سجل الفيديو بتاع كيفية عمل باثم باشر مطول او عمل اكثر من باثم باشر على قناة اليوتيوب بالموبايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته